موسيقى واحتفالا بعيد الاستقلال وزعت دوريات التابعة لإدارة السير قمصانا بيضا على المواطنين كتب عليها أردني رافعراسي في منطقة الدور الداخلية في عمان وفي محافظات الكرك وإربد والبلقاء والزرقاء فيما جابت شوارع العاصمة مسيرة دراجات نارية وشكل في أكاديمية الطهي أكبر عالم أردني مصنوع من الحلوى مزيد من التفاصيل في تقرير علي الأعرج احتفالات عديدة بعيد الاستقلال التاسع والستين للمملكة الأردنية الهاشمية أقامها الأردنيون كل على طريقته لتجسيد معاني العز والفخار والوطنية للمملكة والشعب الأردني والتي تتمثل بالإنجازات التي حققها الأردن على مستوى الوطن العربي والعالمي في مختلف المجالات وما حققه الهاشميون بقيادتهم الحكيمة على مر التاريخ إدارة السير المركزية قامت بحملة على دوار الداخلية لتوزيع رسائل تحذيرية للسائقين وقمصان كتب عليها أردني رافع راسي احتفالا بهذه المناسبة هي تعبير عن احتفاء المملكة الأردنية الهاشمية وصور من صور التعبير عن احتفاء المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال للمملكة التاسع والستين والذي مندعي رب العالمين أنه ربنا يديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد إن شاء الله ومندعي أنه يعني يكلأ ويكلأ جلالة الملك بحفظه ورعايته ومندعي رب العالمين أنه إن شاء الله كل سنة نحتفي بهذه المناسبة وأنه ظل يعني الأردن بلد الأمن والأمان أكبر علم أردني على مستوى الشرق الأوسط تم تشكيله من 15 ألف قطعة حلوة داخل أسوار الأكاديمية الملكية لفنون الطهي بمشاركة 25 شخصا من الأكاديمية ليعتبر أطول علم للأردن تشكل من الحلوة الأكاديمية الملكية لفنون الطهي قررت في يوم الاستقلال تشكيل علم الأردن باستخدام 15 ألف حبة كوبكيك أو قطعة حلوة يعد هذا التشكيل الأكبر والأكثر على تاريخ الشرق الأوسط ريع الكوبكيك راح يكون للجهات الخيرية وأيضا الآن بعد ما ننتهي من العرض راح تتوجه كميات كبيرة أيضا لجنودنا البواسل على الحدود وللقوات المسلحة ولسلاح الجو أيضا مئات الدراجات النارية شاركت بمسيرة جابت العديد من الطرق الرئيسية في العاصمة عمان لتعلن عن ولائها وانتمائها للوطن والقائد بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين إحنا عملنا مسيرة لعيونك يا أردن بهذه المناسبة العزيزة هذه المناسبة اللي بيعتز فيها كل أردني طبعا إحنا كاكروب عمار رايدر جمعنا كل مشموعات الدراجات عشان نرفع راسنا زي ما قال جلالة الملك بطرق مختلفة عبر الأردنيون عن فرحتهم بعيد الاستقلال التاسع والستين للمملكة الأردنية الهاشمية متمنين بأن يبقى الأردن واحدة أمن واستقرار في ظل القيادة الهاشمية علينا عرش رؤية اشتركوا في القناة